الله تعالى وبركاته في البدء المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافرة للمفقودين والأمن والسلام والاستقرار للنازحين واللاجئين السودانيين في كل بقاع الأرض والمواطنين في كل أركان الوطن الحبيب أطل عليكم اليوم في الذكرى السادسة والستين لاستقلال بلادنا والذي يصادف أيضا الذكرى السالسة لثورة ديسمبر المجيدة في مثل هذه الأيام من العام 1956 توج السودانيون رحلة كفاحهم الطويل بنيل استقلال مستحق أكدت معانيه ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018 حيث خرج الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني شاهرين هتافات تشق عينان السماء ينشدون الحرية والسلام والعدالة في ثورة سلمية أسهرة العالم لقد كانت كلمة السر والشفرة في كل هذه الثورات ونجاحها هي الوحدة وحدة الرؤية والهدف أيها المواطنين الشرفاء لقد واجهت حكومة الفترة الانتغالية تحديات ديسام همها تشويها الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتغالية منذ فجرها الأول إلا أننا وجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطيعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام حيث وقعنا اتفاق سلام جوبا مع عدد من قوة الكفاحة المسلح ورغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندغية وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفغراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتغلبات المناخ من برد وحر ومطر يعانون الجوع والمرض وسوء تغزية الأطفال وانعدام التعليم وكافة مقامات الحياة الكريمة وإتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام وبزلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلقاء الغوانين المغيدة الحريات وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورافعها من غائمة الدول الراعي للإرهاب وإعادة دمجها في المجتمع الدولي وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفغيرة المثغلة بالديون وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال وقد كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حل حلة كل القضايا نجحنا في بعض الملفات واخفغنا في بعض الأخر أيها الشعب السوداني العظيم المعطاء الله لتأقول أن شعبنا قد حقق المعجزات على مر تاريخه عندما توحدت إرادته وهدفي فتحققت كل هذه السورات بالإرادة الجمعية وما يجدر ذكره في هذا المقام أن قبول التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2017 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري وهو ما غمت بالتبشير به كنموزج سوداني متفرد إلا أنه لم يصبب بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشركين الأمر الذي نعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع ممن حسب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات أخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظاهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر وانسد أفق الحوار بين الجميع كل ذلك جعل مسيرة الانتغال هشة ومليئة بالعقابات والتحديات طبعا لذلك قدرنا عدد مبادرات منها مبادرة رئيس الوزراء الموسومة الأزمة الوطنية وغضايا الانتغال الطريق إلى الأمام في يونيو الماضي والتي لم تجد أزنا صاغية وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 21 حوت أفكارا ورجاءات لنبز الفرقة والشتات والكف عن لغة التجريح والتخوين ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنغاش وإعلا مصلحة الوطن على كل مصلحة ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة ستة زايد واحد في 18 أكتوبر الماضي الداعية إلى إجراء حوار بين كافة مكونات الحكم وهو الثورة والتي ذهبت إلى الأخرى أدراج الرياح حتى بعد قناة 25 من أكتوبر قمنا بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدن الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق صراحة المعتغلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين والتمسك بالوسيقى الدستورية الحاكمة للانتقال ولم يكن ذلك الاتفاق سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار والاتفاق على ميساق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة لجميع هي تنفيذ اتفاق سلام جبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبد العز أدم الحلو وعبد الواحد محمد أحمد النور والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان والاستعداد لانتخابات وفق رؤية توافقية بين كل الأطراف لغانون الانتخابات ونظام الحكم ومختلف القضايا الدستورية حتى نضع أساسا متين للتحول المدني الديمقراطي الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبناء وبنات وطننا ثمنا له وهذا ما لم يتحقق هو الآخر أيها الشعب السوداني الثائر أطلبتم أسمى الغايات من حرية وسلام وعدالة ودفعتم مهر ذلك دماء ذكية سقط هذه الأرض الطاهرة فأنكم مغينين بالنصر الذي ستحقق بالعزم والصبر والمثابرة والتكاتف ونبز الفرغة وإلى الشابات والشباب في ليان المغاومة لقد أبليتم حسنا وكان صمودكم ملهما وشكلتم ملامح سودان جديد سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لوم أو جهة فقد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر ولا شك أن لكم كل المستقبل انتوجتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برنامج البناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقى من عمر الانتقال واعلموا أن الحياة من يجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفا على الاستشهاد في سبيل هذه الغايات والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا أسأل الله أن يحفظكم إلى قواتنا المسلح جيش دعم سريع شرطة مخابرات وكل الأجهزة النظامية والأمنية أقول أن الشعب هو السلطة السيادية النهائية وأن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه وهي منه وإليه ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام وتوفير كل ما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار جيش واحد شعب واحد وحينها لن يكون على الخوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديمقراطي المدني كما دعوني أشكر في هذا المغام كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب المحبة لحرية والسلام والعدالة التي آمنت بهذه السورة المرهمة وهذا الشعب العظيم قد كانت وقفتكم رائعة في دعم تطلعات الشعب السوداني وحقه في الحرية والعيش الكريم ولن ينسى لكم شعبي الشكور هذه الوقفة التي نأمل أن تستمر ويتواصل دعمكم السقي في كافة المجالات وليكن ذلك الدعم تبادل للمصالح فواطننا لا تنقصه الموارد في باطن الأرض وظاهرها وإنسان السودان عفو أكرم من أن يعيش على الهبات والمعونات فهذه دعوة للمستثمرين في كل مكان وفي مختلف المجالات لبناء شراكات تنموية واستثمارية تعود بالنفع على الجميع أيها الشعب الكريم لقد ألهمتني ثورة ديسمبر كما ألهمت الملايين في مختلف أنحاء العالم بصمود شاباتها وشبابها الأسطوري وبشعاراتها التي جسدت تطلعات الإنسان في أقصى مراقه وبتوحد كل أبناء وبنات السودان في إنجازها فلبيت نداء وطني كواحد من أبناء هذه الأرض الذين تداعوا لبناء بلدهم من كل حد وصوب وهم يشدون وأنا معهم إننا شعب عظيم ولنا إرث من الحكمة والحلم وحب الكادحين وولاء حينما يكذب أهليه الأمين ولنا في خدمة الشعب عرق لقد نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذا المشوار أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا في واقع وعر المسالك كنت أعرف تحدياتي قبل وتجارب الشعوب من قبلنا تقول إن أصعب الحكومات هي حكومات الانتقال وقد كنت طوال هذه المدة موغنا بالنصر إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة وطالما بشرتكم بالعبور والانتصار متى ما توفرت هذه المطلوبات الثلاث ولا أزال أقول إن الثورة ماضية إلى غياتها وإن النصر أمر حكمي فشدوا الهمة وجدوا في الطلب واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار أيها المواطنين الشرفاء أخاطبكم اليوم بعد انقطاع تطاولت أيامه وزاد همسه والتباسي وبلادنا تعبر مياه شديدة الاندفاع وتتجازبها تيارات بالغة الخطورة وخشتكم على المستقبل البلاد كانت خشتي وكحرصكم عليها كان حرصي وكحبكم لها كان حبي وولائي لكم والإترابي إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن هي أزمة سياسية في المغام الأول ولكنها تتمحور وتتحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة لذلك أدت أن أخاطبكم اليوم لأنكم السلطة العليا بالنسبة لنا بعض الله ثم الضمير الحي ولأنكم أصحاب الأمانة الوطنية والثورية وبكم نهتدي ولكم ومعكم نعمل سويا بلا تراتبية ونحن نؤدي معا شعيرة مقدسة اليوم الحصة وطن وطن لنا جميعا شبابا وشيبا نساءا ورجالا الشعب السودان العظيم تظل الحكمة هي التي ميزت تكوين السودان الحديث حيث كانت محطة الاستغلال التي بلزت فيها مقدرة الشخصية السودانية على خلق فرص التوافق والاجماع حفاظا على وحدة الوطن وتماسكه وصولا إلى أهداف استراتيجية أسمى وما أشبه الليلة بالبارحة لمشكلة الوطن الكبرى أي كلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية وهي من نوع المشكلات التي تصر في واقع ما بعد صغوط الأنظمة الشمولية وما بعد توقف الحروب الأهلية وهذا التوصيف ينطبق تماما على الواقع السوداني الماسل والمتفرد أيها الشعب الكريم من الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن هي الريكون إلى الحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارط الطريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة الدستورية يا يماهير شعبنا الأبي لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعن بالأمال ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقائها كليا إن لم يتم تداركه وعيلا في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال ورغم ما بزلت هيحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث كما أود أن أطلعكم بأنني خلال اليام الماضية التغيت بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكونات السياسي والعسكري والشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم شعبي الكريم وبناء على كل ما ذكرت فإنني قد غررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم انتقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء لاستكمال قيادة وطن العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناغذة وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للم الشمري حافظ الله السودان وشعب السودان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة